طيب نخرج من المنطقة دي فان هي يعني ايه هيبقى فيها المنطقة المحزورة دي المليانة ألغام ألف سلامة لكابتن محمود الخطير الحمد لله طبعاً طبعاً هو طبعاً يعني كانت يقول النهارة 48 ساعة في العناية المركزة لا الكلام دا ما حصلش هو خرج وقعت في غرفة دلوقتي غرفة عادية في المستشفى لكن طبعاً عملية مش سهلة وما فيش تواصل معاه هو شخصياً بس أنا طبعاً أنت من ألمانيا عرفت إن هو كيس دهني يعني حاجة يعني عرفت من ألمانيا بعض المعروضة نحن عارفين من الأول أنه حميد الحمد لله زي العملية الأولانية يعني عشان ببقى فيه كلام فيه ناس بيتروق ما هذا اللي أنا بقوله يا مهيب يعني كيس دهني حميد يعني كيس دهني كيس دهني دا ممكن نطلع في أي حتة بالظبط بس هو في منطقة حساسة بالظبط كده والحمد لله وقاعد في الغرفة ولكن ما فيش تواصل معاه هو شخصياً التواصل بيتم عن طريق الدكتورة والحمد لله يمكن يمكن نهاردة الظهرية أنا أصل تواصل الحمد لله وطمنت علينا أنه هو زي الفل خلاص ومستنين بس أنه يبرأ من العملية إن شاء الله ويبدأ التواصل معاه والناس سمع صوته ونتطمن عنه لكن الحمد لله الأمور كلها بخير وحيرجع إن شاء الله في خلال يعني عشر تيام نطمن كل عشاق نادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي وكل محبي كابتن محمود الخطيب إن هو الحمد لله بصحة جيدة وكابتن إكرامي يطمن عليه وممكن أنا خليه اتصالات في ألمانيا من بعض الناس زميلنا هناك وحبيبنا وطمنون على حالة كابتن محمود الخطيب وأنه كان كيس دهني حميد يعني حاجة بسيطة والحمد لله أنه هو أمدنا بالسلامة بس سألو بولك إن محمود الخطيب هيتعب تاك لا والله هيتعب تاك ليه؟ أنا كان عندي خبر قلته من أزوار اللي فات قلت إن الحالة الصحية لكابتن محمود الخطيب ممكن تكون عقق في استمراره كرئيس للناس لا 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 أنا مقصدش كده خالف ما تحورش كلامي أنا اللي قلت أنا بقولك أنا اللي قلت أنا بقولك هيتعب ليه؟ أنا لأ أحولك أنا اللي قلت أنا اللي قلت الخبر ده الأسبوع اللي فات إن الحالة الصحية وأنا بقول هالك وفتكري الكلام ده مش دلوقتي ممكن شهرين ثلاثة أربعة خمسة حالة الصحية عشان كلامي يتهم صح فضل عن تلداي أنا أقصد إن محمود الخطيب هيتعب تاني ليه؟ محمود الخطيب بيعشق النادي الأهلي طبعا بيحب النادي الأهلي طبعا عايز النادي الأهلي في أحسن صورة فبييجي على صحته في سبيل إن هو يقوم بمهامه في النادي الأهلي محمود الخطيب بيخرج من بيته الساعة 10 الصبح يروح النادي الأهلي بيرجع الساعة 10-11 بالليل في اجتماعات أنا أقولك إن هو طيب